موسيقى بعد إصدال الستار على مونديال قطر 2022 والمشاركة المتميزة التي بصم عليها المنتخب المغربي باحتلاله المركز الرابع عالميان كشفت مصادر إعلامية أن الناخب الوطني وليد الرقراقي وجه رسالة هامة لكل عناصر المنتخب نبه من خلالها على ضرورة تتمين المشوار التاريخي في كأس العالم والتطور الملحوظ على مستوى الآداء والنتائج وقال الدات المصادر إن الرقراقي اجتمع باللاعبين وشدد على ضرورة تحقيق كأس أمم إفريقيا المقامة في ساحل العاج من أجل تأكيد تطورهم وأحقية ما نالوه من مكاسف في كأس العالم قطر الفين واثنين وعشرين وتابعت المصادر أن الرقراقي طالب جميع اللاعبين بمواصلة العمل والاشتغال والتركيز على النسخة المقبلة من أمم إفريقيا بغية تأكيد الأفضلية القارية وتحقيق اللقابة الذي غاب لعقود عن المملكة ترجمة نانسي قنقر